هو يخص التربية وبعدين انا راح اتغلوا ياك للجامعة بشكل عام اي فرضا عن الكلام اللي قيم لا اذا بتسأل عن الجامعة راح ارد عليك الآن اي لكن على التربية لا عن التربية هل انت شايف اليوم وزارة التربية عندها خطة ومشروع واضح دكتور فايز انا مع احترامي تقديري لبا عبدالله طبعا انا مو الناطغ الرسمي باسم التربية ولا اني الوكيل المختص وكنت اتمنى ان يكون معنا اما الاستاذ صلاح دبشة باعتباره هو الوكيل المناهج المختص او وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور بدر المطيري على اساس تعرفون دور وزارة التربية منذ بدل الازمة احترامي تقديري للكلام اللي انا اسمعه منكم الانسان انا لا اقصدكم انتم انا اقصد بشكل عام ووجه الكلام للمشاهدين اللي نظرته تشاؤمية لا يمكن انك تغيره مهما سويت هو بس فقط يعني سريع في الانتقاد لا يعقل ان وزير التربية منذ ان استلم وحصلت ازمة انا حاضر عدة لجان سواء مجلس الامة او مجلس الوزراء الخطة موجودة التعليم عن بعد متى نبدأ بالتعليم البدائل كل هذا موجود كله موجود الوزير مو مطالب انه يبلغك يا فلان شخصيا بخطواته او انه والله من يقود المؤسسة التعليمية الفلانية يبلغ فلان ويطمنه حتى ينقل عنه انه والله لا بس لازم ينقلها للعامة دكتور فايس نقلت لأصحاب الخصص هذه ما تهم وزارة التربية هذه تهم الوطن بشكل عام دكتور فايس تمام كلامك سليم السؤال اللي يطرح الان السؤال اللي يطرح الان مو مطالب لا معلش خلينا اكمل انا اسف خلينا اكمل بعدين ماذا غير خلق انا مو مطالب شخصيا اني انا ارفع عليك التلفون واقول لك انا شا قاعد اسوي في الجامعة انا مطالب من اني اطلع بوسيلة اعلام واشرح خططي وزارة التربية في عدة مراحل انا مو ناطفيني ادافة عن وزير التربية لكن انا اقول لك قبل لا نبدأ بالكلام هذا السؤال الموجه للكل من الشخص او الوزير المختص الذي يقود المرحلة الآن حسب قانون الاوبئة وزير الصحة هو اللي قاعد يعطي التعليمات قاعد يعطي الخطوط العامة اين نتجه لا يستطيع لا وزير التربية ولا مدير الجامعة ولا مجلس الجامعة اتخاذ اي قرار الا بعد عرضه على وزير الصحة انا كثير يعني انت هل احنا افضل من مجلس القضاء اللي وجه رسالة الوزير الصحة يقول له عطني الخطوات المناسبة في حال اني انا بدأت العمل بالتاريخ الفلاني مسألة الخطط هذه سهل كتابتها احنا خططنا واضحة انا اتكلم عن نفسي في الجامعة اللغط هذا اللي قاعد يصير تعليم عن بعد تعليم اكتروني تعليم اكتروني وقت الطوارئ هذا كله لغط مو صحيح الكلام اللي احنا نسمعه انا انا اسمع كلام لم ينقل عنه وصراحة ينقل بشكل سلبي نظرة تشاؤمية من قبل الاخوان دكتور خليل انا اخصهم قاعد اقول انا لا اخصهم لكن احنا الآن السؤال تابوني الخطوات والله الخطوات جدا واضحة بالنسبة لك واضحة انا بالنسبة لي واضحة انا مستغرب من هذا الانتقاط اوكي يريد بس يقولوني شو الخطوات انا اقول لك اسألني عن جهازي احنا اقول لك الخطوات تتكلمت عن التربية انا اتكلم عن التربية وعن الجامعة وهي عمل التعليم التطبيقي يمكن انا قاعد اقول ان الوكلة المختصين هم اعلم مني ولكن بما اني انا حضرت لجان عدة لجان انا اعلم تماما ان جميع المناهج المتعلقة في ثانية ثانوي رابعة ثانوي ثالثة ثانوي اثنى عشر اللي انتوا تسمونا احد عشر عشر كلها جاهزة وحاطينها على المنصة الالكترونية بدعم من مؤسسة الكويت اللي تقدم العلمي وتعاون مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي اللي توق حضرتك نفيتها وقلت لا والله ارفضوا لا ما ارفضوا من يقول ان ارفضوا انا شاهد عيان وانا على اتصال مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي وزاه الله خير الاستاذ عدنال شاب عارض كل امكانيات مؤسسة الكويت التقدم العلمي قال يبوا انت تحتاجون شيء في الجامعة بس ارفع التلفون او وجه لنا رسالة دعمهم موجود لكلية الطب لكلية الهندسة للجامعة الحمد لله الجامعة عندها امكانيات مهولة عندها امكانيات رهيبة بس لحضرتك الان تسأل وتقول لي ابي التعليم عن بعد هل حين اخ الكريم القرار ما يتخذ بهذه السهولة عندنا مؤسسات اه هي مناط فيها اتخاذ القرار لا يمكن انه ينفرد مدير الجامعة ولا عميد الكلية الفنانية ويقول انا والله جاهز وبدرس والله المدير ما العيني راح نقول له لا كلامك مو صحيح وفق القانون مجلس الجامعة هو اللي اتخذ هذا القرار مجلس الجامعة انعقد لها اجتماع طلب خطة معينة فيما يتعلق في بدء الدراسة وارسلنا لكم وقعدنا وياكم في مجلس الامة واللجنة التعليمية وناقشتونا كلمة كلمة فيها كلمة كلمة هذا التقويم من اجاهز اللي يقول مجاهز واحد اثنين انت تتكلم وتقول افرض بتسعة ثمانية ما داومتوا يا جامعة الكويت او يا وزارة التربية باربعة ثمانية عندنا وباء خطة موجودة احنا رح نلجأ بشرط موافقة مجلس الجامعة على هذا الطرح انا ما لعلقة في التربية التربية عندهم خططهم مجاهزين للتطبيق انه فيه تعليم عن بعد موجود لكن ابي انا اعرف من الان لو انا كجامعة كمؤسسة علمية اتخذت هذا القرار ما هي الاثار السلبية المترتبة على اربعة وثلاثين الف طالب بالنسبة لنا وانت تعلم انت احد المنتمين للجامعة والدكتور بيدر ما اسهل من القرار نجتمع مجلس جامعة ونقرر السؤال هل القرار هذا يتعلق بشخص واحد او طائفة وحدة اربعة وثلاثين الف فقط لا يتعلق في عدة امور هل الهيئة التعليمية جاهزة للتعليم عن بعد هل الطلبة جاهزين اللي هو متلقى التعليم جاهز لتلقي هذه الوسيلة من التعليم هل يستطيع ان يواكب التعليم عن بعد ولا ما يستطيع لذلك لو تلاحظ ان قرار مجلس الوزراء يأتي دائما حكيم وحريص بدأ بالمرحلة ان يكون اختياري اختياري لكن افرض استمر هذا الوباء لشهر واحد لشهر واحد شنو انا الخطة مالتي انا راح اداوم باي حال من الاحوال بتسعة ثمانية سواء تعليم تقليدي او تعليم عن بعد يعني لازم انا اكون حاط هذه الخطة فايز انت اليوم لك تصريح تقول لا يمكن ان يكون هناك تعليم عن بعد وخصصا في الكليات العلمية نعم يعني هذا كلامك انت اساسا رافض التعليم عن بعد بكتور فايز لا لا يا سيد الفاضل هذا لا يعد قرار فايز الضفيري اني انا ارفض او اقبل نعم مستحيل انا انادي عمده الكليات كلهم في مجلس الجامعة كل واحد يقول لي امكانيات كليتة من حيث طبيعة المواد اللي موجودة فيها احنا اتصلنا الان في اغلب دول الخليج اغلب دول الخليج وعندنا التواصل وياهم جميع المواد العلمية جميعها المختبرات كلهم مصرين انه لا يمكن في اي حال من الاحوال اني انا ادرس عن بعد لابد من وجودهم في المختبرات والطلبة الى اليوم في المملكة العربية السعودية في المواد العلمية يدامون في المختبرات مع لبس القلافز والكمامات يا السيد الفاضل انا ما اخذ مثل والله شنو حصل في دول الخليج واسكت لا انا اريد نفس دول الخليج طيب عمان اتخذت قرار انا اش اصوي رتويت حق قرار عمان عندي لا ادرسه لا لازم اشوف معطيات صحيح القرار هذا اثاره عن طلبة نفسه اثاره على الاسر صحيح انا اشوف التعليم اللي قاعد يصير التعليم الخاص لا تقول لك الا ايجابي نعم استعليم دكتور فايز انتم شكلتم لجنة في جامعة الكويت هل تشكلت اللجنة؟ نعم تشكلت اللجنة متى تشكلت؟ اللجنة الآن متى تشكل فيها اعتقد قرر مجلس الجامعة بالاجتماع الاقير 28-24 واكد على خطوات الادارة التنفيذية انها تشكل لجنة اللجنة соответствующую طلب من عميد القبول والتسجيل تم تشكيلها في 28-4 لا لا طلب من عميد القبول والتسجيل يضع عناصر من أصحاب الاختصاص ما بين اختصاص علمي يعني من كلية مثلا الهندسة من أصحاب الاختصاص في التعليم عن بعد أو التعليم الاكتروني أو من أصحاب الاختصاص القانوني من كلية الحقوق من أصحاب الكليات طبيعتها بحتة علمية مثل كلية الطب والعلوم الطبية كلها لابد أن يجتمعون بالتعاون مع جمعية عضاية التدريس مع اتحاد الطلبة ويحطون مخطط لمسألة التعليم عن بعد في حال لا قدر الله استمر هذا الوباء فترات أقل تشكلت اللجنة أم لا الحين؟ إلى الآن أعتقد أن عميد القبول والتسجيل متولي الآن بس صياقة المهام الموكولة لها واختيار الأشخاص تم اختيار الأشخاص أم لا؟ الأغلبية تم اختيارها الأغلبية؟ 90% حطوا تصوروا ولا ما حطوا تصوروا؟ إلى الآن لازم نعطيهم أسبوعين إلى شهر أن يعطونا التعليم عن بعد أثارة السلبية أثارة الإيجابية كيفية تطبيقة آلية تطبيقة الطلبة واستعداداتهم عضاية التدريس واستعداداتهم من الجهات اللي ممكن تدعمنا مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي شنو دورها معهد الأبحاث وشراح يكون دورها هذا كلها موجود مركز التعلم عن بعد موجود عندنا وضحت وضحت ترجمة نانسي قنقر